بعد أكتر من سبع تشهر من الصمت تجاه الإبادة بغزة أعلنت مصر أنه رح تنضم لجنوب أفريقيا بالدعوة ضد إسرائيل بقضية الإبادة الجماعية للفلسطينيين بمحكمة العدل الدولية الانضمام للدعوة هو تاني خطوة بتقوم فيها مصر رداً على أشتياح إسرائيل لرفح وسيطرتها على المعبر ورفع العلم الإسرائيلي عليه قبل قدانة الخارجية المصرية الأشتياح ببيان وسربت وسائل الإعلام المصرية إمكانية لجوء القاهرة لتجميد اتفاقية كامب ديفيد للسلام صحيح أنه وزير الخارجية المصر يرجع أعلنت تمسك بالاتفاقية وبالسلام كخيار استراتيجي بس هذا ما منع توظيف الأبواء الإعلامية للتأكيد أنه مصر تعتبر سيطرة إسرائيل على معبر رفع كأنه اعتداء على مصر هذا موقف يثير الغضب المصري هذا موقف يحتاج تصرف لا يا حبيبي لا يا حبيبي الحتة ديت زي أرضنا أنا واضح أقول في الكلام زي أرضنا طبعا منطقة نفوز هالنبرة العالية ما هدفها لا المساعدات ولا الناس حين ولا فلسطين لأنه السيسي كل فترة الإبادات وطأ مع إسرائيل على تسكير معبر رفع تصعيد السيسي جاي من اخسارة نفوزه على المعبر ومن خوفه من تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين لسينا هل ممكن يفرض علينا تاني بقول هل يفرض على مصر التهجير القصري من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية هل